أقرت اللجنة الزراعية الفرعية في الحسكة الخطة الزراعية الفرعية للموسم الشتاوي 2024 و2025 وخلال اجتماع اللجنة بيّن محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح أن الخطة وما تضمنته من مساحات زراعية بعلية ومروية ومروية تحتاج لتكاتف جهود كافة لكافة الجهات المعنية لتنفيذها مؤكدا ضرورة تقديم كافة الخدمات اللازمة لمنح تنظيم زراعي وأصدار ترخيص المطلوبة قدمت مديريتي الزراعة مقترحات حول زراعة القمح والشعير وباقي المحاصيل الزراعية البقوليات وغيرها في محافظة الحسكة وتحديد كمية افتراضية للإنتاج العام القادم حسب كمية الأمطار وحسب المياه وحسب الموارد المائية وحسب التقديرات الموجودة إن شاء الله يكون الموسم العام القادم أيضا موسم وفير ويحقق مردود مالي للأخوة الفلاحين وبتعرفوا أنه أنتم محافظة الحسكة هي محافظة زراعية بامتياز ونحن بحاجة للأخوة الفلاحين المنتشرين بكامل أرجاء هذه المحافظة كان اجتماعنا فيها اللجنة الزراعية برئاس سيد محافظة الحسكة هي لإقرار الخطة الزراعية للموسمة القادم 24-25 بكافة المساحات الموجودة وبنفس الوقت حث الأخوة الفلاحين والمزارعين على مراجعة الدوائر الزراعية المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة لمنحهم وثائق التنظيم الزراعي طرقنا على موضوع الخطة الزراعية وأحنا نبني آمال كبيرة والدولة لأنه شي بلا تخطيط راح مثلا ما نقول ما تعرف شنو يتعدلوا فالأحنا من هلأ احنا عدين خطط احنا بتعاون مع مدير مديرية الزراعة على الأراضي اللي بذرنا بدأ حبو بدأ بيذار وبدأ عمل وشغل احنا كلياتنا نجازين ولازم الدولة تأخذ بمقترحاتنا لأنه أهل مكة أدرى بشعابها المبالغ اللي تحوّت إلى فروع المصرف الزراعي 878 مليار توزعت على فروع المصرف الزراعي البالغ 17 فرع قامت فروع المصرف الزراعي بصرف قيم المحاصيل للأخوة الفلاحين والمزارعين بشكل يسر وسلس حسب الخطة الموضوعة من قبل المصرف السوري المركزي